عدد الصحفيين خلف القطبان يقترب من رقم قياسي هذا العام وتركيا لا تزال الأكثر انتهاكاً لحرية الصحافة حسب لجنة حماية الصحفيين اللجنة في تقريرها السنوي كشفت عن 251 صحفياً حول العالم سجنوا بينما كانوا يؤدون واجبهم المهني للعام الثالث على التوالي يقبع أكثر من نصف ذلك العدد في السجون بتركيا والصين ومصر بدعوى نشاطات مناهضة لحكومات تلك البلدان في تركيا تؤكد اللجنة أن 68 صحفياً على الأقل مسجنون على خلفية اتهامات بمعارضة الدولة في إطار الحملة التي أطلقتها السلطات بعد محاولة الانقلاب عام 2016 أما في الصين فقفز عدد الصحفيين المحتجزين فيها إلى 47 هذا العام وفي مصر 25 صحفياً على الأقل معتقلون تقول السلطات أنهم أوقفوا بتهم تتعلق بتهديد أمن الدولة لا بعملهم الصحفي تشير المنظمة إلى ارتفاع عدد الصحفيين المسجنين بتهمة نشر أخبار كاذبة من 21 العام الماضي إلى 18 وهي في هذا الإطار تنتقد زعماء العالميين من بينهم الرئيس الأمريكي بسبب استخدام مصطلح الأخبار الكاذبة لوصم معارضي في وسائل الأعلام المنظمة صلتت الضوء على عشرات الصحفيين المفقودين أو المخطفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي تؤكد أن جلهم محتجزون لدى ميليشيا الحوطي في اليمن سلام فطيري العربية